ويمكن اسمحوا لي في هذه المرحلة أننا أستعرض مع حضراتكم العرض الخاص بالتنمية الحياة سيناء بالنسبة للمصريين دائماً هي انطبعنا أنها يعني في قلب كل مصري هو مكانها كبيرة جداً وعزيزة وهي مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقراته وحضراته وهي البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى فيها ربنا بوجهه الكريم سبحانه وتعالى في المنطقة المقدسة طبعاً الطور ولكن يمكن هذا انطباعنا على مصر أو انطباع كل المصريين عن سيناء طب ايه هو انطباع العالم عن سيناء بمعنى ما هي سورة سيناء النهاردة قدام العالم والحقيقة يمكن الموضوع ده في السلايد اللي بعده الحقيقة احنا فاندم استعنا بالحقيقة احدث برامج الزكاء الاصطناعي هذا البرنامج النهاردة هو ثورة بحق في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزكاء الاصطناعي البرنامج ده اسمه الحقيقة تشات جي بي تي وده يمكن بيبقى روبوت محادسة بمعنى ان حضرتك بتتواصل من خلال الكمبيوتر وبتسأل مجموعة اسئلة عن اي موضوع البرنامج ده الحقيقة مخزن داتا بيس كاملة وبناء على هذه الداتا بيبدأ يجاوبلك على كل الاسئلة بوضوح شديد الحقيقة احنا طرحنا عليه خمس اسئلة عن سيناء وكان الحقيقة الرد في خلال اللي بعد كده الحقيقة احنا طلبنا منه في الخمس اسئلة انه يرد بكلمة واحدة في كل سؤال كان السؤال الاول هل يوجد مكان مثيل لسيناء على وجه الكرة الارضية جاوب قال لا طيب ما هي تجربة السائح في سيناء الحقيقة قال كلمة تأخذ الانفاس الموضوع الاخر طيب الطبيعة اللي موجودة هناك الحقيقة يمكن كانت الكلمة انها طبيعة ساحرة لكن لما جينا نوصف له نقول له طب صيف سيناء نفسها بكلمة واحدة قال كلمة سحراء